تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك ردا على برقية التهنئة التي بعثها سموه بمناسبة نجاح انتخابات مجلس الأمة الكويتي وأعرب سمو أمير دولة الكويت الشقيقة في برقيته عن خالص شكره وتقديره على ما تضمنته برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة متمنيا لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء دوام الصحة وموفور العافية ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر